المتحان 37 اللي هو يعتبر الدور الأول 2017 The giving graph represents the relation between the induced electromotive force in the dynama and the angle between the normal to the coil plane and the magnetic flux طبعا ما دام النورمال planor flux انما لو كان ما بين planor flux كانت الارقام الموجودة دي كنت ها من 90 طيب ما علينا بيقول لي find the maximum value of the induced electromotive force هو مديني لما تكون عند 45 دي طبعا مش نص المكسمم دي effective المفروض ان احنا عالفين ان لما الانجل بيكون 45 الانستنتينيس بيكون effective دي طريقة او طريقة ثانية ان انت تقول ان الانجل ديما في الانستنتينيوس هي عبارة عن الانجل ديما في الماكسمم في سين ثيثا وهنا انت عندك السيثا عندك السين ثيثا او ثيثا وعندك الانستنتينيوس اللي هو بتن عايز المكسمم يبقى الانديوز ديمف في الماكسيمم هتقول انها عبارة عن الانستنتينيوس over sine theta يبقى معنا كده هتبقى الانستنتينيوس اللي هي بتن و sine theta اللي هتبقى sine 45 فدق كده هنلاقيها equal 10 root 2 volt او انها هتبقى 14.14 volt بس هوا كل الفكرة بس كلها ان انا بحلها عشان خطر في ناس بتروح ايلا ان دية هي نص الماكسيمم لا ايه دي مش نص الماكسيمم هي دي انستنتينيوس عدية نص الماكسيمم بيبقى عند الانجل سورتي عند الانجل سورتي بيدي نص الماكسيمم بس عشان خطر ما تطلقتوش فيها مش اكتر كان المفروض ان انا احل number 13 بس يعني اطلقت للاسف فانا احل 10 في تم بيقول لي زى momentum of a photon whose energy is given by the relation كذا هو احنا يعني فيه relation جميلة كده كنت اقولتلكم عليها ان انا بقول ان الانرجل هي عبارة عن h new هي هي h c over lambda هي هي من نيوتن اه سوري اينشتاين relation لها mc square وانعرف ان mc هي المومنتم فيبقى mc square هي المومنتم فيه c فانا دلوقتي لو عايز relation ما بين الانرجل والمومنتم زى ما انتم شايفين يبقى انا همسك الاثنين اللي فيهم energy ومومنتم بس يبقى الايه equal plc انا عايز ال pl المومنتم هتبقى equal e over c فذا التكنيك حلو قوي قدر يجب لي relation ما بين اي 2 physical quantity للفوتون ويبقى الاجابة هي e over c a magnet fall towards the coil as shown in the figure which choice in the following is correct knowing that each row is a choice طيب دلوقتي هو الماجنت لما يقرب بالمنظر ده احنا عارفين ان الكويل هيحاول ان هو يعمل repulsion من الكلام بتع لنز هيحصل induced current و induced mouth هيحاول ان هم يعمل opposite يبقى pulled b هيبقى north عشان يعمل repulsion لو كنت بقى بعد كان هيبقى south و ال pole a هيبقى south هو بيقولي ال pole format عند the a فهيبقى the a هيبقى south يبقى انا واحد من دول هو اللي هيبقى الاختيار الصح اللي هي اول واحدة و اخر واحدة طيب بالنسبة للجزء التاني بتع current انا لما دام عرفت ان ده north يبقى معنا كده ان ال field اللي هو induced هيخرج من north لو اشتغلنا ب e d بحيث ان انا احط ثمب هنا يبقى كده بقية هتلف في ال direction ده يبقى معنا كده ان بتاعت current هتبقى كده او ممكن واحد يعملها بطريقة تانية يقولي برايت سكرورول اوكي برضو انا بربط لفوق يبقى انا كده هلف في ال direction ده واحد تاني يقول انا اللي فوق ده north ومادام هو north يبقى معنا كده ال rotation هتبقى anti-clockwise يبقى مادام هي anti-clockwise فوق هو هنعملها الكورياني بس عشان تفهم ال direction يبقى هي ال direction هيبقى بالمنظر ده اي ان كان اي طريقة المهمة عرف ال direction كده لما تيجي تمشي في ال circuit اللي برا هتطلع لفوق بالمنظر ده يبقى هي كده from two to one يبقى انا بختار اي واحدة فيها from two to one يبقى هما ال اتنين دول يبقى كده ال answer الصح اللي فيها الاثنين مظبوطين هي d في 21A بيقولي in the figure how you have three long wires x y z in which these current is not affected by a magnetic force مين في دول مش هتأثر بماغنيتك force طبعا انا عارف ان الفورس هي بيع يقل فهو مش هيتأثر بفورس لما يكون flux density zero او current zero او length zero طبعا هما الثلاثة long wires يبقى مفيش واحد فيهم الفورس بتاعه وطبعا ما يبقاش wire اصلا current الثلاثة فيهم current يبقى الحتة اللي عندها الب بزيرو طبعا الوحيدة اللي ممكن يكون الب عندها بزيرو هي y لان انا لو اشتغلت على الزد هلاقي ان الزد جاي لها flux من ال x inward و flux من ال y inward وطبعا فطبعا بنشتغلها بادينا بس انا مش عارف اواريكم شكل ايدي على البتاع ده طيب بالنسبة لي ال wire y فهيبقى جاي له من عند z outward ويبقى جاي له من x inward انما بالنسبة لل wire x فهو كده جاي له من عند z outward field من z outward و field من y وطبعا يبقى كده الوحيد اللي ممكن يحصل عنده neutral point او يبقى مقطوط في flux dynasty zero هو y طيب ال b flux dynasty عند y هتبقى equal flux dynasty اللي جاي من x رايحة لل y plus flux dynasty اللي جاي من z رايحة لل y يبقى equal flux dynasty اللي جاي من x هي عبارة عن mu i over 2 pi d هو سوري طبعا هو انا قلت plus يعني انا في الاول عاد اقول minus minus وبعدين روح تعملها plus هي minus مش plus بعد كده minus هي لون تاني كبيرة عشان ما تقولوش بس المستر غلط flux dynasty اللي جاي من z عند point على y هي هتبقى عبارة عن mu ال current اللي في z هو 2i over 2 pi ال distance ما بين y وال z هي اسمها 2d فيبقى كده عندي 2 هتروح مع 2 هيفضل mu i over 2 pi d وهنا برضو mu i over 2 pi d minus بعض يبقى تدينا e هتدينا 0 طب من انت ليه بتحلها مستر من احنا كده خلاص عارفين ماه ممكن يكون قلب لي واحد منهم فكده ممكن احنا كده اتنين عندهم الفلكس دينيسز مختلفة فلازم اقارن ما بينهم وممكن في الاخر اللي انا كنت باكلم عنه الاقي ان ماهوش اصلا neutral point يعني ماهاجعمل ده ماينس ده الاقيها مش بزيرو يبقى معنى كده ان مافيش ولا واحد الماجنيتك فورس هتبقى بزيرو فعادي جدا لان ده مش تشوز فاكر ان انا كنت قلتلكم ان الفكرة ده بتكرر هو بيقول لي عندي 2 ويرز في الراسمة ده M و N very long as the wire N is displaced 3 سنتيمتر toward point X يبقى هو كده بيقرب قرب 3 سنتيمتر فبيقول لي التوتال ماجنيتك فلاكس دينيسي عند ال X سيحصل لي هو كل ما في الامر ان الفلاكس دينيسي عند ال X هو عبارة عن ال minus بتاع ال 2 لان انا عارف ان عند ال X الفيلد اللي جاي من ال M هيبقى inward والفيلد اللي جاي من ال N هيبقى outward فيبقى معنى كده ان هما بيتعملوا minus طبعا انا بعمل الكبير minus الصغير هما ال 2 كانوا قد بعض فيبقى معنى كده ان المفروض sorry ال distance يبقى ال current الكبير هو اللي اكبر يبقى الفلاكس اللي جاي من ال M هو اللي اكبر هو اللي اكبر يبقى الفلاكس دينيسي عند ال X هتبقى equal موفคاة هو اللا i معنى موف كما ح师 موف كما ح qualifications موفق كما ح να pen معنى موفق كما حاكم موفق لامو موفق لامو موفق كما حاكم minus i over the distance اللي هي كانت 10 سنتيمتر كانت 0.1 وبعد كده غيرناها خلناها ... احنا قربنا يبقى معنى كده ان ال distance هتبقى ب7 سنتيمتر يبقى معنى كده بقت 0.07 هو ليه هنا حد 3 سنتيمتر بزي مجالكش قربه لان انا لو قربت اقل من النص يعني أنا هنا لحد 5 سنتيميتر أوكي لو قربت بعد كده الفلاكس دينستي هيتقلب من بوسطف ليبقى نيجيتف لأن دلوقتي الفلاكس اللي جاي من N هيبقى هو الأكبر أو الفلاكس دينستي اللي جاي من N هتبقى أكبر إنما لحد كده مفيش حاجة اتقلبت لسه اللي جاي من ال M هو الأكبر من اللي جاي من ال N طيب دلوقتي الفاليو دي كلها حصلها إيه لما الدستانس قالت الفاليو ديت زادت لما الفاليو ديت تزيد اللي هي جنبيها نيجيتف يبقى معنى كده إن ال B كلها هيحصل لها إيه ال B كلها اللي عند ال point X هيحصل لها إن هي هتقل يبقى كده المفروض إن أنا أقول إن هي decrease ولو عايزها ratio ممكن إنها كمان تجاب ratio إن أنا هاخد ال I common factor من هنا وهنا هيفضل لي هنا رقم هجيب B1 و B2 وهعملهم divided part فالميو وال I وال 2pi هيروحوا مع بعض في الحالتين هيفضل لي bracket هنا فيه رقم و bracket تاني فيه رقم فأقدر أجيب ال ratio أشوفها كام المهم إن في الآخر أنا أقدر أقول إن ال value هتحصل لها إيه هال decrease مع إني بقرب بس ال value هال decrease لإنه هي جاية من اثنين هي B-M-B-N طيب نشو خدش بقى على number 23 برضو فيها فكرة عايزين نشوفها بيقول لي truth the correct answer لو عندي الكاباستور is connected in series to given circuit the reading of the higher tower ammeter is unchanged in this case the capacity of the capacity of the capacity of the capacity هتبقى equal نقط ال inductive reactance بتاعت الكويل تاني أنا دلوقتي بقول أنا لو حطيت كاباستور في السوركت جديد فهلاقي أن ال reading بتاع الهو tower ammeter مش هتغير أنا الكيس الأوليية وهو فيه R و L كان current equal V over Z زد اللي هي square root R power 2 plus XL power 2 في الكيس التانية أنا الكيس التانية لما جيت حطيت كاباستور فيبقى كده I هتبقى equal V over square root R power 2 plus XL minus XC all power 2 لحد هنا حلو؟ ماشي حلو كده الزد لازم تكون equal Z لازم تبقى add V هاي هاي عشان خطر current يبقى add يبقى يبقى معنا كده خلاص أنا مش مهمة بالنسبة للمسألة ولا شكلها أنا عايز بس الاتنين دول يبقى كده أن square root R power 2 plus XL power 2 هتبقى equal square root R power 2 plus XL minus XC all power 2 طبعا أنا ممكن أخلص من square root إن أنا هعمل part 2 هنا و part 2 هنا فيبقى كده في الآخر هايبقى عندي R power 2 plus XL power 2 equals R power 2 plus XL minus XC all power 2 دلوقتي R و R برضو هيروح مع بعض هوادي واحدة بالنجاتب هتروح هنا بس هي كل الفكرة إن أنا لما أجي عمل بقى square root تاني أو أشيل part 2 مع part 2 اللي هيحصل إن فيه ناس هتتلغبط في الجزء دوت لأن لازم يكون فيه positive or negative يعني ممكن يكون XL equal XL minus XC or in XL هتبقى equal negative XL minus XC طبعا لو اشتغلت على الكيس اللي على الشمال يبقى كده XC equal zero هو طبعا منطقية يعني أنا كان الكاباستور ما تحطش بس طبعا مش إجابة مقبولة لأن أنا حطيت كاباستور لكاباستنز الإجابة التانية إن أنا ال-XL هتبقى equal negative XL plus XC لأن ال-negative ديت هتخش هتقلب الموضوع فيبقى كده ال-XL هتروح النحية دي بالPoster يبقى معنا كده ال-XC هتبقى equal to XL يبقى الإجابة إن ال-XC هتبقى equal to XL أو double XL أو ال-capacitive reactance twice ال-inductive reactance يبقى هي ال-answer twice في 31 بيقول لي The graph that represents the current generated by Dynamo consisting of number of coils with equal small angles between them هو كده بيتكلم على DC generator فهو بيطلع almost current بيبقى DC اللي هو الشكل دوت إنما لو كان هو عيلي إن هو موصل Dynamo وخلاص يبقى كان هيبقى دوت اللي هو ب-slip rings إنما لو كان هو حاطت Dynamo حاطت له بدل-slip rings حاطت commutator كان هيبقى الشكل دوت والشكل الأخير دوت لو كان diet كان عامل half wave rectification بس هي للأسف اتشالت من علينا لإن هي تعتبط شابتر شابتر اسموه دوت شابتر 8 من نسبة 35 أنا دلرتي عندي ال-circuit diet فيها resistance R وبيقول لي ال-resistance R diet هو بس كل المشكلة إن في ناس كتيرة راحت جاية قبل ما تحل المسألة قالت دي كلها 20 والحطة ديت بس 12 يبقى معنى كده إن ال-voltage عند R هيبقى هو عبارة عن هنعمل minus فيبقى 8 volt وطبعا دي مصيبة وكرسة لإن الكلام دوت غلط لإن ال-voltage ما ينفعش عمله minus مدام هما different component في AC circuit لإن هما مش نفس الفيز أنا ممكن أجيب VR من ال-relation إن ال-V total equal square root VR power 2 plus VC power 2 ال-V total اللي هي 20 equal VR power 2 ما نعرفهاش plus VC power 2 اللي هي 12 power 2 لو عملت power 2 هنا وهنا عشان أخلص من square root هتبقى بالمنظر ده هنودي 12 بالnegative ونعمل square root يبقى كده هتبقى VR هتبقى equal square root 20 power 2 minus 12 power 2 فده كده هتبقى equal 16 volt أعيزين بقى الر نفسها فالر هتبقى equal VR over i يعني هتبقى 16 divided 2 يعني equal 8 ohm بس يبقى الانثر هيبقى 8 ohm مش محتاجة عندنا two concentric rings مثال ring in one plane each carries a current in Tennessee of eye as shown in the figure the direction of the magnetic flux as the common center M هتبقى ال direction بتاع فين طبعا انا ممكن ان انا اشتغل بي ان ال right hand rule واقول ان الرنج الكبيرة اللي هي دي هي بتلف clockwise يبقى هي هتطلع كده inward ومن الثانية الصغيرة بتلف anti-clockwise يبقى هي كده بتطلع outward ممكن نعملها بعدينا bright screw بـ north و south و whatever دي متى من الكبير ال inward ولا فى الا outward طبعا انا عارف ان بالنسبة للرنج او the circular coil وهي هتبقى عبارة عن U i over 2 r طبعا انا حطيت ال in ون عشان خاطر هي ring فهنلاحظ ان اللي لها تكون wäreدييس اصغر ويبقى الفلكس ديناسي بتاعتها هي مين هي كبيرة يبقى كده مين اللي هتغلب او مين اللي هتخل الفلكس ديناسي في تلك الفيديشن بتاعها هي الرينج السغيرة لانها كان هتبقى الفلكس ديناسي بتاعتها اعلى اللي هو هيبقى يبقى هو into the page طبعا مافيش هنا write و left ثالث يبقى هي into the page هي الايجابه الصحي بتاعتي يبقى الريدنج بتاع الاميتر يبقى كام لما كي يبقىها كلوزد وهو بيقول لي نجليكتنج الريزيستنس بتاعت الباتري فطبعا هو لو تشوز يبقى الاجابة هتبقى 2 امبير على طول من غير مفكر ليه لأن الريدنج اللي ماشي هنا ب2 امبير وانا لما اجي اعمل كلوزنج لكي هلاقي ان الفولتج مختلفش هو الفولتج هو الباتري هي هي اللي على الريزيستنديت فالكرنت اللي هو 2 امبير دا هو عبارة عن V over R بعد ما اعمل كلوزنج لكي هيبقى برضو V over R ما فرقيتش في اي حاجة فهتبقى 2 امبير برضو طب هي مسألة واحنا عايزين نحلها بستيبس عشان خاطر نبقى ضمنين الدرجة فاحنا نمسك كده كيس 1 اللي هو لما الكي يكون امبير يبقى الكرنت اللي ماشي فيه السيركيت اللي هو هيبقى equal V over R هيبقى equal 2 امبير زي ما هو مديني لأنه هو دا التوتل لما يبقى الكي امبير يبقى الجزء اللي هو فيه الريزيستن دا مش موجود خالص ولو انا حابب ان انا اجيب الفولتج اللي هو VB اعتبر يبقى كده VB نفسها هتبقى equal to R باعتبار ان الارضي الجيفن انما ال V مش جيفن طيب في كيس 2 بقى لما الكي يكون انت ممكن تعمل حاجتين اول حاجة ان انت تقول ان ال V across the resistor هي equal برضو VB مش هتختلف يعني هتبقى equal to R يبقى ال I اللي هي الريدنج بتاع الاميتر هيبقى equal V على الريزيستنس بتاعتها R يبقى تبقى equal ال V هي 2R over R يبقى تبقى equal 2 امبير الطريقة التانية ان انت وخصوصا دي بقى تستخدمها لو هم مش equal ان ان انت تقول ان ال R equivalent هتبقى equal R over 2 يبقى ال I total هتبقى equal VB over R equivalent plus R small طبعا بس هي R small ب0 ال VB هي اسمها 2R و ال R equivalent هي R over 2 طبعا R هتروح مع R و 2 اللي تحت هتطلع فوق او تعمل 2 over half هتطلع لك 4 امبير هي هتتقسم بعد كده يبقى therefore current هيبقى equal هيخش هنا 2 امبير وهيخش هنا 2 امبير يبقى اللي هيمشي فيه الامبير هو مش total current هو اللي ماشي فيه ال resistance بس انما لو كان حططلك الامبير هنا جنب الباتري او هنا او هنا او هنا يبقى كده كان هيقرأ 4 امبير يبقى كده ال I هتبقى equal 2 امبير برضو اللي هي reading بتاع الامبير ولو مش equal يبقى انت كنت هتقول ان ال voltage في ال parallel equal ال voltage بتعديت هو هو ال voltage بتاع ال equivalent وكنت هتعمل ال I في ال R ديت هي ال I total في ال R equivalent تعدول وتكانسل بقى اللي تكانسل وتشوف ال I reading بتاع الامبير بكام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر